لماذا تأجل توقيع الاتفاق بين الحكومة والانتقارية؟ وما هو موقف الشرعية من تضارب بيان الإمارات سحب جنودها وحديثها عن بقائها لمكافحة الإرهاب؟ وما هي استراتيجية السعودية في عدن بعد تسلمها مسؤولية الأوضاع هناك؟ أهلا بكم تغيرت موازين القوة في عدن وسط محاذير عدة أبرزها أن تزرع هذه المتغيرات أنوية صراع جديدة اتتجه الأنظار إلى اليمن جنوبا وما يرافقها من أحداث بدءا من دخول قوات سعودية كبيرة إلى عدن وتضارب الإمارات في إعلان انسحابها وبقائها لمكافحة ما وصفته بالإرهاب أهيك عن انسحاب عشرة ألاف جندي من القوات السودانية في قطوة عدتها السودان مقدمة لصحب كل قواتها من اليمن وصولا إلى تعثر الاتفاق بين الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا فهل هناك مساعي لإفشال الاتفاق؟ وكيف تفهم علاقة الشرعية بالتحالف في الأونات الأخيرة؟ هل سيتم التجاهل للانتهاكات التي ارتكبتها الإمارات في حق اليمنيين خلال أربع سنوات من الوصاية؟ غادرت القوات الإماراتية اليمن لكنها الإمارات لم تغادر هذا ما يمكن فهمه من البيانة الإماراتية الأخير ومن واقع الأحداث على الأرض أيضا في بيانها قالت أبو ظبي إنها ستواصل حربها على ما أسمته التنظيمات الإرهابية في المحافظات اليمنية الجنوبية وربما بات الجميع يعلم ما تعني به أبو ظبي بصيغة الإرهاب فقد سبق أن قامت بقصف قوات الجيش الوطني باعتباره مجامع إرهابية حد تعبيرها أنذاك في الوقت الذي توجه إليها أصابع الاتهام بعقد صفاقات سرية مع تنظيمي القاعدة وداعش وتتهمها تقارير موثقة بأنها تغدق بالدعم المالي والسلاح لجماعات متشددة وشخصيات مدرجة في قوائم الإرهاب غادرت الإمارات أو لم تغادر فميليشيتها والقوات التي مولتها ودعمتها لا تزال تعيث فوضى في البلاد وما يحدث في سقطر اليوم ليس ببعيد عن ذلك مراقبون يرون أن الإعلان الرسمي للإنسحاب ما هو إلا تنصر عن ما حدث وقد يحدث من قبل وكلائها على الأرض فهذا ما حدث في المرات السابقة عندما كانت تعلن عن خطوة مشابهة في كل مرة يعقبها تحرك عسكري من قبل تلك القوات المحلية التي تتبعها ضد الحكومة الشرعية ومع مغادرة نحو عشرة آلاف جنديا سودانيا من اليمن وهي خطوة معلنة لبدء الانسحاب التدريجي للقوات السودانية يبدو اليمن قد أصبح تركة سعودية خالصة وللسعودية حساباتها وأدواتها أيضا وصلت قوات سعودية ضخمة إلى العاصمة المؤقتة عدن في ذات الوقت الذي تسلمت فيه الرياض وأيضا قيادة قوات التحالف في الساحل الغربي وعلى ضوء كل هذه التطورات يتساؤل الكثير من المتابعين عن ما الذي لا يزال بإمكان الرياض فعله وهل من استراتيجية جديدة يمكن للمملكة اتباعها في اليمن بعد أن ثبت فشل كل استراتيجيتها السابقة أجدد أترحي بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني كما أرحب بمن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من باريس المحلل السياسي دكتور محمد جميح أرحب بك إذن دكتور محمد في البداية كيف تعلق على إعلان الإمارات انسحابها من عدن وعودة قواتها إلى أبوظبي هل برأيك هذا الانسحاب سيكون حقيقي على الأرض طبعا في البداية وحييك أخي الكريم وحيي من خلالك المشاهدين أهلا بك الانسحاب الإماراتي المعلن طبعا هو كان نتيجة لخسائر كبيرة صراحة لحقت بالإمارات إعلاميا وسياسيا واقتصاديا كذلك الإمارات استنزفت بشكل كبير على المستوى الإعلامي تحديدا وكذلك على المستوى الحقوقي يعني هناك منظمات دولية وهناك اتهامات وهناك على مستوى تقارير خبراء الأمم المتحدة يعني أكدوا وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وذكروا أسماء الضباط أو أشاروا للرجال أمن وضباط إماراتيين في تقارير دولية موثقة وجلت الإمارات نفسها دوليا تستنزف في اليمن وجلت نفسها إعلاميا تستنزف وداخليا تستنزف على الساحة اليمنية ورأت أن الكلفة عالية أرادت أن تأتي بتكتيك آخر وهو أن تنسحب إعلاميا وأن تنسحب ظاهريا من أجل أن تخف الكلفة الإعلامية والسياسية والحقوقية التي تثقل كاهل الإمارات في المناطق المحررة تحديدا ولذلك قبل اليوم عندما أعلنوا قبل أسابيع بأنهم سينتقلون من استراتيجية الحرب إلى استراتيجية السلم كان البيان واضحا عندما قال بأن الإماراتيين سوف ينسحبون من الحرب إلى السلام ولكنهم سيركزون على الحرب على الإرهاب من وجهة النظري فإن هذا البيان يعني بشكل واضح بأنهم سينسحبون من الحرب على الإنقلاب الحوثي ليدخلوا في حرب أخرى على قوات الجيش اليمني والشرعية اليمنية والأمن اليمنيين وذلك واضح من خلال ما حصل لماذا هذا الربط سيد جمعي؟ لأن وسائل الإعلام والمحللون من الإمارات وسائل الإعلام الرسمية عندما ضرب الجيش اليمني على مداخل عدن أعلن بأنه استهدفت مجاميع إرهابية واليوم يقولون عندما دخل الجيش إلى مدينة أو منطقة أحور على الساحل في محاضرة أبيان قالت إن مجاميع من الإرهابيين والقاعدة وسمي ما شئت دخلت هذه المدينة إذن الإرهاب بهذا المعنى هو الجيش اليمني الإرهاب هو الأمن اليمني هو الشرطة اليمني كل ما له علاقة بالشرعية اليمني الإشكال الذي لا يريد ربما الإماراتيون أن يفهموه أو ربما إذا فهموه لا يريدون أن يقتنعوا به هو أن الشرعية اليمنية ليست الإصلاح الإصلاح مكون من المكونات وموجود على الأرض وموجود في السياسة وموجود في مفاصل الدولة هذه حقيقة لأنه مكون من مكونات اليمن أو اليمنيين السياسية والاجتماعية لكن تصدير الشرعية اليمنية على أنها هي الإصلاح وحسب ثم تصدير الإصلاح على أنه عبارة عن مجامع إرهابية هذه المغالطة التي لا تريد الإمارات أن تعترب بأنها مغالطة لا يمكن أن يسوق عالميا بأن الإصلاح حزب إرهابي عندما قال الإماراتيون أو بعض الإماراتيين قالوا ذلك قال السفير الأمريكي السابق في اليمن السيد فايرستاين قال في تغريدة شهيرة ومعروفة قال بأن الإماراتيين يحاولون أن يقولوا بأنهم يحاربون الإسلاميين في اليمن أو الإصلاح في اليمن ويصدروا هذه الحرب على أساس أنها حرب على الإرهاب مع أننا نعرف بأن هناك فرقا كبيرا بين الإسلاميين في اليمن أو الإصلاح وبين الإرهابيين ولا يمكن تسويغ وتسويق مسألة محاربة قوات الجيش اليمني على أساس أنها تندرج ضمن الحرب على الإرهاب اليوم الإخوان في الإمارات يحاولون أن يستغلوا هذا النمط أو العنوان الدولي الكبير الحرب على الإرهاب بالدخول على هذا الخط من أجل أيجندا سياسية تخصهم وفي الحقيقة أنه ليست الإمارات وحدها هي التي تسعى إلى ذلك إلى تسييس الحرب على الإرهاب هذه الحرب على الإرهاب هي مسيسة منذ اليوم الأول كل دولة بدءا بالولايات المتحدة الأمريكية وانتهاءا بالإمارات وغير الإمارات كل الدول لها إجندا خاصة في حربها على الإرهاب ولذلك لم تنجح هذه الحرب على الإرهاب لماذا؟ لأنها لم يستهدف إجمالا بهذه الحرب لم يستهدف بها الإرهابيون وإنما استهدفت مجاميع سياسية ومدنية وربما عسكرية لا علاقة لها بالإرهاب ولكنها تصنف حسب هذه الدولة أو تلك على أساس أنها إرهابية ولذلك لا يوجد أي مصطلح عام أو مفهوم عام للإرهاب لأن كل دولة تريد أن تفصل هذه الحرب على مقاساتها هي في اليمن للأسف الشديد هذا ما يحصل طيب يعني في سياق الحديث عن أن مثلا صالح الجبوني قال في تغريدة إنه كان يتمنى أن نكون في عدن ونودع الإماراتيين بالورود لكنهم انقلبوا على الشرعية وخرجوا تحت جنح الليل أنت ما رأيك بهذا الطرح؟ هل فعلا الإمارات تخرج من الباب الضيق؟ لا أنا أعتقد أن الإمارات لن تخرج من اليمن بهذا الشكلية ستظل موجودة بشكل أو بآخر الإمارات كما قلت لك أخي العزيز يعني هي وجدت أن الوجود الفيزيائي عسكريا وأمنيا مكلف مكلف إعلاميا وسياسيا وعسكريا وماديا ولذلك هي تريد أن تلجأ إلى أسلوب آخر بأن تنسحب إعلاميا وأن تنسحب أيضا حتى عسكريا إلى حد كبير وأن تبقى عن طريق وكلائها على الأرض وأن تبقى أيضا عن طريق بعض العناصر الاستخباراتية وأن تجسد التعامل مع النموذج الليبي إنجاز التعبير مع أن هناك فرقا كبيرا بين الحال الليبية والحالة اليمنية فيما يخص الدعم الإمارات لهذا الطرف أو ذاك لكن ويلة الإمارات أنها قد أنشأت نوعا من التحالف ربما تراه استراتيجيا ولكنه في الحقيقة الأمر هو تحالف تكفيكي بينها وبين المجلس الانتقالي وربما رأت بأنه يمكن أن يمسك بالأرض وأن بدلا من أن تتواجد الإمارات فيزيائيا وماديا على الأرض ستدعم هذه القوات على أساس أنها قوات يمنية أو جنوبية كما يصنفونها هم وبالتالي ما حصل من أخطاء أو الكلفة الحقوقية لما يمكن أن يجري على الأرض تظن الإمارات بأنها لن تكون على حسابها هي وإنما سيتحمل المسؤولية اليمنيون الموجودون والذين يمثلونها في عدن وهذا طرح أنا أعتقد أن فيه كثيرا من التصطيح لأنه لا يمكن الآن أن يفهم الأمر على هذا المفهوم أو على هذا الوجه معلوم أن المجلس الانتقالي مدعوم تسليحا وتدريبا وتأهيلا وتمويلا مدعوم من الإخوان في الإمارات وبالتالي لا يمكن أن نفصل بين أعمال المجلس الانتقالي والأعمال أو الإجندة الإماراتية للأسف الشديد كان يمكن الإماراتيين ونحن نقولها دائما كان يمكن للإماراتيين أن يحققوا ما هو أكثر مما يحلمون به لو أنهم أتوا إلى هذه الحقوق وهذه المصالح إنجاز التعبير مصالح الإمارات في اليمن لو أنهم أتوا إليها من الباب الشرعي كان يمكن أن تضمن لهم الدولة ما لا يمكن أن تضمنه لهم أي ميليشيا سواء في المجلس الانتقالي أو غيره لأنه للإمارات مصالح وللسعودية مصالح ولغير هاتين الدولتين في اليمن مصالح وهذه مصالح مشروعة لكل الدول مصالح مشروعة في دول أخرى لكن ما لا يمكن أن يقبل أن توجد مطامع المطامع هي المرفوضة أما المصالح يمكن أن يصار إلى اتفاق عليها بناء على اتفاقيات بين الدين بين دولتين متكافئتين بين حكومتين متكافئتين على أساس مضلة الشرعية لكن لا يمكن بحال من الأحوال أن تأتي كدعم الحكومة الشرعية ثم تتصور بعد ذلك بما أنك دعمت بالمال أو دعمت بشيء من التسليح أو ساعدت في تحرير بعض المدن تتصور أنك أصبح صاحب السيادة لليمنيين حساسية مفرطة تجاه سيادتهم على أرضهم وبالتالي ربما لأن التجربة الإماراتية في اليمن لم تكن عميقة بحكم عدم التعامل مباشرة وبحكم أن الملف اليمني ربما كان ملفا سعوديا أكثر من كونه ملفا إماراتيا بحكم الجوار وبحكم الحدود وبحكم أن السعودية لها علاقات متداخلة مع اليمنين ربما لهذه الأسباب نجد أن الكلفة التي دفعت الإمارات إعلاميا وسياسيا لدى اليمنين أعلى بكثير مما دفعت السعودية أقصد على المستوى السياسي بمعنى أن سمعة السعودية في اليمن ليست بهذا القدر الذي عليه سمعة الإمارات لأن السعوديين ربما لديهم أكثر تجربة أكبر في اليمن لديهم طريقة في التعامل مع اليمنين لأنهم يعرفون حساسية اليمن تجاه أرضه وتجاه السيادة ولم يصطدموا بشكل مباشر إذا مع هذه الثوابت اليمنية ما الذي جعل الإماراتيين يخوضون في ثوابت اليمن مثل الوحدة مثل السلام الاجتماعي في اليمن يعني هذه أمور ربما لم يدرك الإماراتيون بأنها يمكن أن تشكل حساسية مفرطة فأطلق الكثير من المغردين الإماراتيين وكثير من المقربين من مراكز صنع القرار في الإمارات أطلقوا الكثير من التغريدات التي لم يدركوا أثرها البعيد في الوجدان اليمني وخاصة ما يخص وحلة الأرض اليمنيون متمسكون بوحدتهم هناك بعض الذين لا يمكن أن ننكر وجودهم في بعض المناطق في الجنوب يرون أنه لابد من العودة إلى ما قبل عام تسعين وهذا حقهم في أن يفكروا ما شاءوا لكن والتوجهات الانعزالية التوجهات الانفصالية هي موجودة في كل الدول هناك في الولايات المتحدة توجهات انفصالية لدى بعض الولايات في الجنوب هنا في فرنسا هناك أيضا مجامع تطالب ببعض الحقوق التي يمكن أن تشكل استقلالا لدى بعض الأجزاء في أسبانيا كذلك في بريطانيا هناك الاسكتلنديون يريدون أن ينفصلوا المشاعر الانفصالية توجد ددا كثير من الشعوب أو بعض المجامع في بعض الشعوب لكن الخطورة أن توجد دولة تتبنى هذه المطالب وتدعم هذه المطالب وتغذي هذه المطالب وتكرس الانقسام الاجتماعي والسوة وتعكر السلم الأهلي في هذا المجتمع وذاك هنا هذه الخطورة طيب يعني في هذا السياق دكتور محمد وأنت تشير وتغطى مضلة سياسية للأسف الشديد هذا ما فعله الإماراتيون سواء عرفوا أم لم يعرفوا بقصد أو بدون قصد بنية أو بدون نية لكن هذا هو الحاصل وأنا أعتقد بأن الإماراتيين يدركون بعض الأخطاء الكبيرة التي وقعوا فيها في جنوب البلاد ربما تساعدهم هذه الأخطاء على فهم السيسيولوجيا اليمنية والسيكولوجيا اليمنية للإنسان اليمني بما يساعدهم مستقبلا على التعامل السليم هناك ثوابت لدى الجامعة العربية والأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية الوحدة اليمنية إحدى هذه الثوابت لا يجوز أن يناكفوا الرئيس اليمني بالوحدة ولا يجوز أن يناكفوا التجمع عليهم لكن بكتور محمد هل من المعقول أو من المنطق أن يقبل المستمع اليمني أو المشاهد اليمني أن هذا الكلام هذه الرعاية لهذه الميليشيات تتم بمنأة عن السعودية أو بدون علمها وموافقتها أخي العزيز دعنا نكون واضحين المملكة العربية السعودية تصريحات مسؤوليها وتصريحات مجمل كتابها وإعلاميها كلهم مع وحدة اليمن أخي العزيز حتى لو أتينا بالمنطق ليس من مصلحة المملكة العربية السعودية أن ينقسم اليمن لأنه من مصلحتها أن يوجد إلى جوارها يمن واحد آمن ومستقر هذا سيؤثر بالسلب أو الإيجاب على الآمن والاستقرار في السعودية لا يمكن أن يفهم بأن الإنقسام أو الانفصال أو إقامة دولتين في اليمن أنه مصلحة سعودية هذا ليس مصلحة سعودية هذا إذا ما نظرنا إلى الأمر بشكل براغماتيك واقعي ليس من مصلحة سعودية وجود دولتين في اليمن أو وجود عناصر انفصالية في الجنوب أو في أي مكان في اليمن لكن من الخطأ في تصوري في التحليل أن نقيس الموقفين ببعضهم بمعنى أن نسوي بين الموقف الإماراتي والموقف السعودي هناك تباين واضح لا يمكن أن ينكر السعودية لم تدعم السعودية مليشيا انفصالية لم تسلح السعودية مليشيا انفصالية في اليمن لم تدعم أي فصيل خارج عن نطاق الشرعية وإذا دعمت السعودية فصيلا من الفصائل الخارج نطاق الشرعية فسنقول ذلك لكن أين هو هذا الفصيل لكن دكتور هناك طرح واضح هناك طرح قوي كثيرا يقال أن السعودية دكتور محمد المعذرة هناك الكثير من من يطرح على أن السعودية تترك هذه الأعمال يصفها كثيرون بالقذرة الأعمال القادرة للإمارات للقيام بها حتى يعني يكون هناك الدولة الجيدة وتكون هناك الدولة السيئة في التحالف والتي بالنهاية المطاف يعني هي لم تقبل إلى الآن كما يقول كثيرون أن يكون هناك قرارا باستبعاد الإمارات من التحالف العربي على سبيل المثال أنت لماذا تفهم الأمر عن هذه الصورة هذا ليس كلام هذا كلام كثيرين أنا أقول وأنا أخاطب فيك هؤلاء الكثيرين الذين يفهمون الأمر أنا لا أريد أن نصب أو نصب نسجد مدافع عن السعودية لديها جيش من الإعلاميين وآلة إعلامية جبارة لكن نحن هنا في اليمن الذين وقفوا معنا مع الشرعية اليمنية هي بهم بالمقام الأول السعوديون وجاء الإماراتيون بدعوة سعودية مع غيرهم من الدول في تحالف عربي هذه نقطة النقطة الأخرى أننا عندما نقول بأن السعودية تريد أن يعني إنجاز التعبير تأكل الثوم بفم الإماراتيين هذا يعني أن الإماراتيين مغفلون وهذا غير حقيقي الإماراتيون لديهم استراتيجة واضحة ولديهم رؤية ولديهم سياسة يمشون عليها ولا يمكن أن يستغفلوا بهذا الشكل أن السعودية يعني تمارس ما تريد من أعمال عن طريق الإمارات الإمارات دولة محورية ولا يمكن أن تكون بهذا الهزال أو بهذه الصورة الخفيفة ثم إن الواقع يؤيد ذلك بمعنى يؤيد أن هناك توجها سعودية من أجل حفاظ على وحدة البلاد يعني من لكن التصريحات الإماراتية أيضا في ذات السياق دكتور محمد التصريحات الإماراتية الرسمية لنقول هي في ذات السياق في نهاية المطافة الجميع يقول عندما يعني يصل الأمر إلى تصريحات الرسمية للمسؤولين نحن مع أمن ووحدة والسقرار اليمن لكن الأفعال على الأرض قد تكون مختلفة عزيزي أنت طرحت مسألة لماذا لم تطلب السعودية من الإمارات أن تنسحب من التحالف العربي حدث كيمني من مصلحتك أو هكذا ترى مصلحتك في انسهاب الإمارات لكن عندما تأخذ الأمر من زاوية السعودية السعودين ينظرون إلى التالي الإمارات هي الدولة ربما الوحيدة التي صمرت معنا في هذا التحالف الإمارات هي التي تحملت معنا هذه الكلفة نحن نسق مع الإمارات في ملفات أخرى في العراق وفي سوريا وفي غيرها من مناطق العالم وبالتالي بيننا وبين الإماراتيين نوع من التحالف لا يمكن بسهولة أن نفرط به وبالتالي لا يمكن أن يعني تملي على السعوديين ما تريده أنت في اليمن من حقك أن تطالب بما تشاء لكن للسعودية أيضا مصالحها المرتبطة ارتباطا كبيرا مع الإمارات ربما لهذا الاعتبار لم تطلب السعودية من الإمارات أن تخرج من التحالف وليس من مصلحة السعودية أصلا أن تطلب من الإمارات أن تنسحب كي لا تبقى السعودية بمعنى لا تبقى الحرب على أساس أنها حرب يمنية سعودية وفي حقيقة الأمر هي حرب حوثية على اليمنيين دخلتها السعودية بموجب رسالة رسمية من رئيس المنتخب هذا ما تعرفه الأمم المتحدة وهذا ما تعرفه الجامعة العربية وهذا ما يعرفه العالم وبالتالي لا يمكن أن نقول بأن هذه حرب عربية وحرب سعودية وحرب إماراتية ضد اليمن هي حرب بدعوة من رئيس منتخب من أجل مواجهة انقلاب حصل بتحالف قوى داخلية يمنية ضد شرعية رئيس منتخب لماذا حلال على الروس أن يدخلوا سوريا بدعوة من رئيس سوري وليس حلالا على التحالف العربي أن يتدخل في اليمن بدعوة من رئيس يمني منتخب إذن أخي العزيز أنا أعتقد بأن هناك نوعا من التباين في الموقفين الإماراتي والسعودي إذا ما يخص الوضع في اليمن السعودية تبدو بشكل واضح فيما يخص وحلة الأرض فيما يخص السلم الاجتماعي اليمني السعوديون لديهم قلقهم الكبير من الانقلاب الحوثي ووجود الحوثيين على حدودهم أيضا في صعدة وفي المناطق الشمالية القريبة من الحدود السعودية والحوثيون قلق سعودي كبير الإمارات ربما لا تنظر إلى الأمر بهذه الزاوية ولذلك الإمارات لديها هموم ولديها قلق ولديها مصالح ربما تختلف عن المصالح والقلق والهم السعودي ومن هنا تأتي التباينات فيما يتعلق بذلك دكتور محمد دعنا نشك منا في الحوار الضيف الآخر الذي ينضم لنا الآن من عدن عبر الأقمار الصناعية نائب رئيس المكتب السياسي للحرك الثوري الجنوبي سيد مدرم أبو سيراج رحب بك سيد أبو سيراج إذن أنتم كقوة محلية قوة جنوبية بالتحديد كيف تنظرون إلى انسحاب القوات الإماراتية من عدن واستبدالها بقوات سعودية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الأمين نحن سابقا قد رحبنا وباركنا انسحاب القوات الإماراتية والذي عدها مجلس الحراك كقوة احتلال دخلت اليمن عموما والجنوب خاصة على أساس إنها قوة محررة وما يؤسفنا أنها خرجت خرجت كقوة احتلال ذلك ما يؤسفنا من قوات عربية شقيقة جارة نتيجة الممارسات السيئة والغير عقلانية مارستها في أراضي الغنوب ومن ضمنها أنا أحب أن تيز هذه الفرصة في بداية هذا اللقاء وأرفع صورة المعتقل في سقون السرية للاحتلال الإماراتي وإلى الآن مختفي وهو القياد في مجلس الحراك الثوري سالم عوض الربزي ونحن نتساءل إن انسحبت قوات الإماراتية من عدن من القنوب عامة أين ذهبت بالمعتقلين أين ذهبت بالمعتقلين هل رحلوا معها هل أخفتهم هل أعدمتهم لا ندري ذلك بالإضافة إلى المعتقل الآخر عبد الحميد الصبيحي الشهير بالروسي وهو الذي اختطف من عدن وكان مسجونا في سجن بير أحمد المكان قامت المنذوب السامي للاحتلال الإماراتي حتى الآن لا ندري أينه إننا من خلالكم نناشد العالم ونناشد كل الأحرار أن يبحثوا عن معتقلين القنوب وضحاياهم وهم بالعشرات إن لم يكونوا في الميات في الأمس وقهنا رسالة للمبعوث الدولي والآن من خلالكم نوقع رسالة لكل المنظمات الدولية إننا نخشى من خروج الإمارات دون كشف عن مصير المعتقلين والمخفيين أن تحمل تلك الأفعال السيئة إلى القوات التي ستعقبها دون أي دم وهي القوات السعودية التي حلت الآن محلها في عدن ومناطق القنوب هذا شيء إنسحاب القوات الإماراتية ذاك هو المعلن على مستوى الإعلام وبعض السلاح التقيل الذي سعب عبر البواخر والاحتفال الذي تم أمس في الإمارات بعودة القوات ولكن ما زالت هناك ثكنات ما زالت هناك أفراد ما زالت هناك استخبارات وقوات على الأرض وإن لم تكن في نفس العدد السابق وهي موجودة في أماكن محصنة تراقب الأوضاع وتديرها إضافة إلى أن هناك ما زال في القنوب أدواتها من مليشيات التي استحدثتها ومن مراكز القوى التي أقامت بها وما زالت الإمكانيات المالية والإعلامية التي تضخ لدعمهم يعني نحن لا نؤمن بانسحاب القوات الإماراتية ولكن ما زالت أدرعها وأصابعها الطويلة تدار في بلاد هناك أسباب عديدة التي قعلت الإمارات أن تعلن عن انسحابها وهي ضغوطات وتحالفات كانت بينها أو تفاهمات كانت بينها وبين إيران وهناك تحديداً تهديدات عبد الملك الحوتي لضرب أبوظبي وذبي وهناك ضغوطات بما تسمى الحكومة الشرعية بخروج القوات الإماراتية من القنوب للأسف أن القوات الإماراتية عبتت عبتت نقول للمرة الثالثة عبتت وأكثر مما عبتت في القنوب بل وإنها أخرت حسم المعارك بل منها هي تعتبر الأداة الذي قعل القوات أو المملكة العربية السعودية أن تغرق في هذا المستنقع هناك أحداث كثيرة حصلت في القنوب هناك في قبهات كانت القتال ما بين المتقاتلين في الشمال والقنوب ولكن الإمارات ذهبت لتنفيذ أجندتها وذهبت لتنفيذ أطمعها في المنافذ السيادية الذي في القنوب والقجور الاستراتيجية بما فيها سقطرة وميون وغيرها طيب يعني في السياق هل تعتقد فيما يتعلق على الأقل في المناطق التي شهدت انسحابات للقوات الإماراتية وتواجد لقوات أو تسلم قوات سعودية هناك هل تعتقد أن الوضع سيختلف في هذه المناطق في عدن بالتحديد بالتأكيد الوضع ستختلف كليا أولا المملكة العربية السعودية حينما تتعامل تتعامل مع الحكومة الشرعية وهي الحكومة المعترب بها دوليا بعكس ما كانت تتعامل الإمارات مع مليشيات وكيانات استحدثتها لتنفيذ أقلتها وهذا الاختلاف الذي ما بين المملكة العربية السعودية والإمارات وهناك المملكة العربية السعودية هي دولة جارة وهي أكثر دراية بالأوضاع اليمنية في الشمال والقنوب ومصالحها متقدرة في اليمن عموما في حالة انفلاتات الأمنية وفي حالة الاضطرابات وفي حالة الحروب كما شاهدناه الآن ينعكس سلبا على الأوضاع في المملكة العربية السعودية نتيجة الشريط الحدودي الطويل نتيجة التداخلات ما بين المناطق نتيجة التداخلات القبلية عمل السعودية في اليمن يصب في مصرحتها وأمنها الاستراتيجي أو أمنها القومي لكن أكسب الإمارات تمر في مرحلة مراهقة ودخولها الحرب مراهقة إلى أن وصلت ما وصلت عليه من خروقها كقوات احتلال للجنوب واليمن تفضل بالبقى معي سيد أبو سيراج أعود إلى دكتور محمد جميح دكتور يعني في سياق الحديث على مسألة اتفاق جدا وهو اتفاق كان من المفترض توقيع خلال هذين اليومين لكنه لكن لم يتم ذلك ما المانع الذي منع التوقيع برأيك ما المانع ماذا أخير في النكتة أن آخر ما سمعت من قتل كان عندما قتل قابيل أخاه هابيل جزيرة مسالمة ليس فيها سلاح ابناؤها تعايش على مدار مئات السنين وربما آلاف السنين لا يعرفون الحرب ولا يعرفون شكل السلاح ثم نأتي إلى هذه الجزيرة المسالمة لنؤلب بعض الناس فيها على بعض ولنكون نخب وأحزم ونضخ أسلحة يعني بحق الله إنجاز التعبير ما الذي يراد لهذه الجزيرة ولماذا تدخل أصلا في دائرة الصراع ليس فيها أصلا ما يمكن أن يواجه الحرب تتجه شمالا لماذا تتجه هذه الميليشيات بحربها إلى الجزيرة ولماذا تدعم الإمارات هذه الإشكالات وهذا الصراع الذي يبدو أنه يمكن أن ينفجر صراعا مسلحا في الجزيرة يعني لا يمكن بعد ذلك أن يفهم بأن الذهاب إلى هذه المناطق الآمنة في أقصى جنوب الأراضي اليمنية ومن قبيل مواجهة الإنقلاب في أقصى شمال الأراضي اليمنية هذا كلام لا يمكن أن نضحك به على الناس النقاط يجب أن تكون على الحروف جبهات الحوثيين معروفة ومن يريد أن يحول الحرب من جبهة الحوثيين إلى حرب مع الشرعية أو حرب على الشرعية فلا يخدعنا بأنه تدخل من أجل حماية هذه الشرعية وإعادتها إلى البلاد لأنه انسحب من منتصف المعركة مع الحوثيين لا يمكن بحال من الأحوال أن يفهم بأن سحب القوات من الساحل الغربي من أجل مواجهة قوات الشرعية في عدن أنه جاء من أجل مواجهة الانقلاب في صنعاء أو في صعدة أو في المناطق التي لا يزال الحوثيون يسيطرون عليها يجب أن نتكلم بوضوح وبساطة وبصراحة الأمر يفهمه المواطن اليمني العادي الذي لم يؤتى أي قدر من التسييس المعارك في الشمال لماذا تذهب القوات إلى سقطرة ولماذا تجيش الميليشيات وتسلح في سقطرة لا يمكن أن يفسر ذلك إلا أنه نوع من الأطماع المرفوضة التي لا يمكن بحال من الأحوال أن يوافق عليها اليمنيون مهما كانت كلفة الإمارات التي دفعتها في اليمن إلا أن الثمن لن يكون بسيارة اليمن ولو بدر التراب من الأراضي اليمنية سيكون الثمن بمصالح المتبادلة ويمكن أن تأت الإمارات إلى مصالحها من الباب المشروح باتفاق إلى وسائل الإعلام وإن كان لحد الآن ليست لدينا معلومات مؤكدة حول نقاط الاتفاق بالضبط وشاهدنا ترحيب الرئيس هادي بهذا الاتفاق ما هو رأيك بهذا الاتفاق تحديدا أخي العزيز أنا رأيي بشكل شخصي أميز دائما بين المجلس الانتقالي الجنوبي وبين جماعات الحوثيين المجلس الانتقالي تمرد على الشرعية صحيح وقام بانقلاب يقترب أو يبتعد قليلا أو كثيرا من انقلاب الحوثيين في صنعام يتخذ كثيرا من الأدوات والوسائل والتكتيكات التي يتخذها الحوثيون في صنعام بلا شك لكن لا يمكن في تصوري أن نقارن المجلس الانتقالي بالحوثيين لأن الحوثيين جماعة دينية مسلحة تقوم على فكر أيديلوجي مستورد من إيران ولاية الفقيه وهي جماعة تتحرك بشكل آلي لأنها مرتبطة عضويا ومرتبطة أيديلوجيا ومرتبطة بالتمويل والتدريب والتسليح وحتى بالألوان التي يستوردونها من إيران المجلس الانتقالي جماعة سياسية وجماعة أمنية لها أذرع أمنية وأذرع عسكرية صحيح لكن في الأخير أنا لا يمكن أن أسوي بين رجل لم يزعم أن لديه تفويضا إلهيا صحيح عيد الروس قال لديه تفويضا من الجنوبيين وهذه مغارطة لأن الجنوبيين لم يقوموا بانتخابات ليفوضوا هذا الشخص أو ذاك بأنه ناطق باسمهم لكن مع أنها مغارطة هناك فرق كبير بين من يقول بأن لديه تفويضا شعبيا وبين من يقول بأن لديه تفويضا إلهيا من الله أمر الله بولاية عبد الملك الحوثي ولذلك من الظلم أن يقارن المجلس الانتقالي بالحوثيين لأنهم جماعة انقلابية دينية تتكئ على الغبيات وتتكئ على تحريف الفهم للقرآن الكريم وتتكئ على نصوص أصلا وضعوها هم بأن الله أمر بتولي عبد الملك الحوثي يمكن أن نلتقي مع عيدروس زبيدي وجماعاته في المجلس الانتقالي عند منتصر الطليل وإذن أنا على المستوى الشخصي أقول فيما يتعلق بالاتفاق بأن الاتفاق جد هو اتفاق إيجابي إلى حد كبير الشرعية وافقت عليه بالأحرف الأولى وتدعمهم وفيه نقاط كثيرة إيجابية للطرفين المجلس الانتقالي سيكتسب شرعية بدخوله مع الحكومة الشرعية والشرعية ستكتسب أرضا وتعود إلى عدن عاصمتها الموقتة والميليشيات التي كانت في الانتقال ستستمر لكن جزءا من الجيش اليمني ومن الأمن اليمني وبالتالي أنا أتصور أن في الاتفاق مصلحة للطرفين من أجل توحيد المعركة معركتنا ليست في عدن وليست في سقطرة وليست في المهرة وليست في شبوى المعركة الأساسية في صنعها ويبدو أن هذه هي الرؤية أيضا تقترب دكتور وأنت قد تحدث قبل قليل أنك لا تريد أن تتهم بأنك تمثل الوجهة الرأية السعودية لكنها تقترب كثيرا من ما تراه السعودية فيما يتعلق بهذا الاتفاق أسألك سيد مدرم أبو سيراش باتفاق جدا ما هو رأيك في نقاطها أو على الأقل ما تسرب منها إلى الآن تسريبة اتفاق جدا أغلبها هي مبهمة وما يؤكد ذلك أنه عدم التوقيع عليها حتى الآن على الرغم أنه تم التحديد عدة مواعيد كانت اليوم وكانت قبل أمس وكانت ما قبلها وتنوعت وتعددت المسودات التي قدمت كل من وصلوا إلى مسودة وعزموا على اتفاق التوقيع عليها وتم تحديد الاتفاق تم إلغاء الموعد وكان آخره هو الذي حصار اليوم وحتى أنه كان في الأمس أنه حدد الرئاسة حددت منه الذي سينوب الحكومة على التوقيع على الاتفاق إلى جانب المجرس الانتقالي ولكن لما يتم الانتفاق أنا برأي شخصي ليس هو خلاف على نقاط الاتفاق بقدر ما هي تكتيكات سياسية يمارسها الرئيس عبد الربو على الطرف الآخر سيد مدرم فيما يتعلق مثلا بمسألة يعني إذا كانت موجودة أو غير موجودة لا أعلم لكن فيما يتعلق بمسألة دمج العناصر المرتبطة بالمجلس الانتقالي الميليشيات المسلح المرتبطة فيه في أطر الجيش اليمني هل هذه نقطة تراها في مصلحة الوضع بشكل عام في مصلحة البلاد بشكل عام أم لا أعطني رأيك فيما يتعلق بنقاط الاتفاق المسربة نقاط الاتفاق هي تمت بين طرفين ولم يكن لنا نحن حضور فيها ولن نكن شهداء جور في أن نعلق عليها أو نعطي آراءنا ولكن أنا أقدر أن أحدد أنه لن يتم توقيع على الاتفاق في خلال هذه الفترة القادمة ومعلوماتي أن أتؤكد أن الرئيس عبد الربو منصور هادي يرفض يرفض إطلاقا مكافأة الانقلابيين بتوليهم مقاعد وكما قال الوزير الداخلية أن مكان الانقلابيين هو قاعة المحاكم وليس هي كراسي السلطة ولكن هناك أمور سياسية يديرها بطريقة نفسية وغير ذلك يا عزيزي إن المجلس الانتقالي سيطر على الحقق مكاسب عسكرية حقيقية على الأرض الواقع وتحديدا في عدن واللحق وأبيا ولكن كل تلك المكاسب السياسية استطاعت الحكومة الشرعية بكسرها وتقويرها الآن كل تلك المكاسب السياسية تحولت إلى مطالب مطالب هي شخصية وليس المناصب ترقى مطالب الحراك القنوبي ولا القوى القنوبية ولا إرادة القنوبيين لو كانت المطالب هي المطالب الحقيقية للحراك القنوبي والقوى القنوبية ككل كانت المناصب تلك قدمت من قبل الحرب قدمت من قبل ثورة الشباب من أي أبن علي عبدالله صالح وقد عمل عدة سبل وأساليب علي عبدالله صالح وعين قيادات علية في السلطة من القنوبيين أي في فترة مقور وفي فترة باقمال هل تعتقد أن تقاسم السلطة أو المناصب العلية ستنهي إرادة شعب القنوب في مطالبه؟ من المستحيل سيكون مصير الانتقال مصيره كمصير باقمال ومقور وما قبلهم دعني أعود إلى الدكتور محمد دكتور محمد فيما يتعلق بنقطة أشار إليها سيد مدرم أبو سيراج منذ بداية حديثة وهي مسألة أنه خلال السنوات الأربع الماضية ارتكبت انتهاكات كبيرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على صعيد انتهاكات حقوق الإنسان أو على صعيد أيضا تقويض الحكومة الشرعية في مثل ما يعلن أنه انسحاب الآن هل برأيك ستفلت أو ستنتهي هذه الانتهاكات إلى لا شيء ستفضي إلى لا شيء؟ لا أنا أتصور أنه ربما واحدة من النقاط التي لم يشر إليها ما تسرب من اتفاق الرياض أو اتفاق جدة أنه لم يتطرق إلى المخفين قسرا إلى المخطوفين لم يتطرق إلى جرائم الاغتيال السياسي التي شهدتها عدن وبعض المناطق في الجنوب لم يتطرق إلى أجهزة أو غرف التعذيب والتحقيق التي خرجت أسرارها من خلال حديث بعض المعتقلين هناك هذه قضايا أنا أعتقد أنه من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي ربما استبعدت لكنها استبعدت في اتفاق سياسي ولكن الاتفاق السياسي لا يلغي بأي حال من الأحوال الجوانب الحقوقية للناس لأن هذه مطالب حقوقية للناس سواء لأسر الضحايا أو للضحايا إن كانوا ما يزالون أحياء من المعتقلين أو من الذين أفرج عنهم وخرجوا بآثار تعذيب كبير على كل الجانب الحقوقي هذا شأن آخر أنا في تصوري أنه لا يمكن أن يسقط لا بالتقادم ولا يمكن أن يسقط حتى باتفاق سياسي حتى أيام المبادرة الخليجية عندما حصل اتفاق بين النظام السابق والثوار في 2011 كان على أساس هناك نقاش حول إعطاء الحصانة كما تذكر أخي العزيز أعطيت الحصانة لكن خبراء دوليين وخبراء قانون دولي أكدوا بأن هذه الحصانة تخص الاتفاق السياسي ولكنها لا يمكن أبدا أن تكون حصانة أمام القضاء الدولي أمام القضاء الآخر وحتى أمام القضاء المحلي لأن القضاء المستقل شأن والسياسة شأن آخر ما يخص الاعتقالات ما يخص المخفيين قسرا ما يخص كل ما تذكره وما تديعه رابطة أمهات المختطفين والمعتقلين هذا لا يمكن أبدا أن يسقط ولا يمكن أبدا أن يتم تناسيه لكنها في تصوري هي أوراق ضغط يمكن أن تحتفظ بها الحكومة اليمنية لحينها على المستوى السياسي ولكن على المستوى الحقوقي يجب على كل المنظمات الحقوقية يجب على كل المحامين يجب على كل من له علاقة بهذا الشأن أن لا يسقط هناك جرائم ارتكبة في السجون وهناك من ماتوا في السجون وهناك اتهاكات بشهادة خبراء الأمم المتحدة عن ارتكابات وفضائع ضد الإنسانية كانت في هذه السجون لا تختلف إطلاقا عن الانتهاكات التي وثقتها تقارير الأمم المتحدة والتي حلثت في سجون كثيرة أكثر عشرات السجون المنتشرة في صنعام وفي صعدة من السجون السرية للحوثيين وبالتالي أنا أعتقد أن الجانب الحقوقي هذا شأن آخر يمكن أن يقوم عليه الحقوقيون لكن لا يمكن أن يسقط بمجرد اتفاق سياسي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي دعني أعود إلى سيد مدرم أبو سيراج سيد أبو سيراج فيما يتعلق الآن في الشارع الجنوبي وهناك حديث أيضا على مسألة نقطة من نقاط الاتفاق أن هناك 50% في الحكومة من مقاعد الحكومة للجنوب هناك حديث على أن المجلس الانتقالي سيأخذها كلها ما هو رأي الشارع الجنوبي الآن تجاه هذه ما يسرب من مسألة اتفاق جدا وكذا من مسألة تواجد قوات سعودية وكذا انسحاب القوات الإماراتية أنا أتفق مع الدكتور محمد قميح على ما طرحه بموضوع المعتقلين والمخفيين قصرا وأن الاتفاق لم يتطرق على ذلك وأضيف عليه أننا في مقاس الحراكة التوري نخشغ تبعات لحدات الجائرة من المعتقلين والمخفيين قصرا أن تلقى فيما بعد على المملكة العربية السعودية باعتبارها هي القوى التي عقبت دولة الإمارات ودون أن يتم حل هذه القضية أو كشفهم أو يتم تسليم الأحياء منهم المعتقلين إلى القوى التي تليها وأما أن يتم إبقاء على الملف كما هو بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاث سنين سيطوى أمر الإمارات وستذكون المملكة العربية السعودية هي التي تتحمل تلك الأفعال التي لم تقوم فيها دون أي دم أما ما بخصوص موضوع 50% من الحكومة باعتقاد أن المجلس الانتقالي يمثل نفسه بالنسبة للمكونات الحراكة الكنوبي والجميع يتابع مسائل التواصل الاجتماعي والزخم الحاصل بها تلك مجامع متنوعة اتفقت في إطار المجلس الانتقالي أو أنه عندما في مرحلة ما فقدت مصالها عندما تم إقالتها من العكومة واستخدمتها دولة الإمارة العربية المتحدة كأداة ضغط لتمارسها على الشرعية فأنتقت كيان باسم الحراكة القنوبي وغالبية الكيان هذا ليس من الحراكة القنوبي بستنا هي نسبة ضئيلة حينما نقول هل هاني بن بريك هو من الحراكة القنوبي الجميع يتابع تصريحاته وفيديوهاته أبان الحرب ومقبل الحرب الذي كان ينظر الفتوات النوبة بتحريم الله باتفاق جدة ومسألة عدم التوقيع على كل حال أشكرك سيد مدرم أبو سراج نايب رئيس المكتب السياسي الحراك الثوري الجنوبي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن كذلك أشكر موصولك دكتور محمد جميح المحلل السياسي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من باريس أشكر موصولك ومشاهدين الكرام على حسن المتابعة في ختم هذه الحلقات قبل تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري إلى اللقاء